التعليم في الإراق يمر بأسوأ مراحله فبعد أن كان يتصدر مؤشرات الجودة والرصانة يخرج اليوم من التصنيف العالمي بحسب مؤشر دافوس لجودة التعليم لأسيما بعد تسليم وزارة التعليم العالي لقيادي في ميليشيا مصنفة على قائمة الإرهاب ويحمل شهادة غير معترف بها بعد الفضائح المتكررة لوزارة التعليم العالي بمنح موافقات لفتح فروع لجامعات إيرانية غير رصينة بأجندات معينة وموافقات أخرى لجامعات أهلية بشكل كبير جعل من تلك الجامعات مجرد دكاكين للحصول على الشهادات دون أي تأهيل علمي حقيقي بينما يمارس الاحتيال التعليمي في كتابة البحوث والإطروحات لنيل شهادات الماجستير والدكتورة بحسب نقابة الأكاديميين العراقيين التي بيّنت أن عدد المكاتب التي تروج لهذا الاحتيال تصل إلى ستمائة مكتب داخل العراقي وخارجه ما يجري في قطاع التعليم بالعراق يعد جريمة ممنهجة وفقا لنقيب الأكاديميين العراقيين مهند الهلال الذي أكد وجود نحو ثمانين ألف شهادة ماجستير ودكتورة منحت عن طريق مكاتب الاحتيال التعليمي فيما كشفت وكالة فرانس برس عن ازدياد توجه الطلاب العراقيين إلى الجامعات الأهلية بدلا من الجامعات الحكومية وأوضحت الوكالة أن ما يدفع الطلاب إلى التوجه للكليات الأهلية هي الشروط السهلة لقبول الطالب وعلى رأسها معدل الدرجات المنخفضة مبينة أن الكليات الأهلية في العراق تجاوز عددها السبعين وهي مقبلة على تسيد الواقع التعليمي والهيبنة علي في السنوات المقبلة تقارير صحفية ومصادر تعليمية كشفت عن تحول الكليات الأهلية إلى مشاريع تجارية تابعة للجهات المتنفذة تسعى إلى تخريج طلاب قليل الكفاءة بسبب اعتماد الرشاوة والأموال أساساً لمنح الشهادات الحكومات المتعاقبة بأحزابها الفاسدة منذ 2003 تسير وفق أجندة ممنهجة يقف خلفها الاحتلال الأمريكي الإيراني من شأنها القضاء على المنظومة التعليمية في العراق